أكثر من 200 كيلومتر هي حدود الميليشيات الإيرانية مع الكيان الصهيوني في كل من سوريا ولبنان وبإمكان أي عنصر من الميليشيات التوجه إلى هناك ليكون وجها لوجه مع جنود الاحتلال كما هو الحال لميليشيا حزب الله والميليشيات التابعة لنظام الأسد في جبهة الجولان كل هذه الحدود لم ترها أذرع إيران في العراق وتوجهت إلى منفذ طريبيل مع الأردن لتستثمر في مأساة أهالي غزة وتتاجر بالقضية الفلسطينية لتحقق مكسبا جديدا يختم المشروع الإيرانية والسعي الذي ابتلع العراق وسوريا ولبنان واليمن وكل ذلك باسم رحلة البحث عن طريق القدس عناصر من ميليشيا النجباء وحزب الله والعصائب وغيرهم من مجاميع الميليشيات يواصلون للأسبوع الثاني اعتصامهم أمام منفذ طريبيل بين الأردن والعراق مطلقين شعارات منددة بالقصف الصهيوني على غزة وبذات الوقت يدسون فيها شعارات تحمل طابعة تأليب على الدول العربية وإظهار الأردن وكأنها هي الحاجز الوحيد أمام الميليشيات لتقوم بتحرير القدس هذا الاعتصام الذي كان مقتدى الصدر أول من دعا إليه يحاول أن يظهر بثوب العفوية ضمن سلسلة الغضب الشعبي العالمي ضد العدوان على قطاع غزة لكن الوقائع والدلائل تشير إلى عملية ممنهجة يشرف عليها زعماء الميليشيات بتوجيه إيراني وترمي إلى استغلال القضية الفلسطينية مجددا لتوسيع دائرة النفوذ الإيراني ولسيما في الأردن التي لم تغب أبدا عن المخططات الإيرانية الرامية إلى نشر الفوضى بكل الوسائل والطرق وهذا ما أكده مراقبون وحذرت منه تقارير دولية منذ سنوات وبمناسبة الحديث عن القضية الفلسطينية فإن الهدف الصهيوني القديم المتجدد هو إضعاف دول المنطقة وإغراقها بالفوضى والصراعات ولا سيما المؤثرة بالقضية الفلسطينية وبالفعل قامت إيران بهذه المهمة على أكمل وجه في العراق وسوريا ولبنان واليمن وتسعى الآن كما يقول مراقبون إلى إضافة الأردن لقائمة الخراب الإيراني ترجمة نانسي قنقر